سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام قاطعت الرجال وتزوجت مرتين ومشهد كاد أن يتسبب في سجنها ودربت صفية العمري هنعرف تفاصيل كتير جدا عن الفنانة الجميلة الراحلة معالي زايد الفنانة معالي زايد كلنا حبناها وحبنا أدورها ولدت الفنانة معالي زايد هي في الحقيقة اسمها معالي عبدالله المنياوي في 5 نوفمبر عام 1953 بحي السيدة زينب بالقاهرة لأسرة فتنية فولدتها هي الفنانة أمال زايد وخلتها الفنانة جمالات زايد وخلها السيناريست محسن زايد وكان والدها يعمل لواء في الجيش الفنان هاني شاكر ابن خلتها وتخرجت معالي زايد من كلية التربية الفنية ثم تخرجت من المعهد العالي للسلمة وكانت لدى الفنانة معالي زايد هواية اسم البورتري كما كانت تمتلك أيضا مزرعة خاصة بها على طريق مصر الأسكندرية الصحراوي وكانت تجلس بها معظم الفترة أثناء عدم وجود أدوار فنية لها وكانت بداية معالي زايد ومشوارها الفني من خلال التلفزيون أثناء تصويرها مسلسل الليلة الموعودة وده كان عام 1987 وتوالت بعد ذلك الأعمال الفنية للفنانة معالي زايد أما عن وقعت ضربها للفنانة صفية العمري فجمع مشهد بين كل من الفنانة معالي زايد والفنانة صفية العمري وأثناء تصوير الفيلم أنا اللي قتلت الحنش وكانت تفاصيل المشهد بأن تقوم معالي زايد بدرب صفية العمري حيث وصفت صفية العمري التفاصيل وقتها وقالت بأن الجميع حذرها من الكواليس من جدية الفنانة معالي زايد في التمثيل وإنها أخذت دايما الأمور بجدية أما بالنسبة المشهد اللي كاد أن يتسبب في سجنها في أثناء عرض فيلم أبو الدهب وبسبب بعض المشاهد الجريئة التي جمعت الفنان الراحل ممدوح وافي تعرضت الفنانة معالي زايد لأزمة حقيقية بسبب تلك المشاهد بالرغم من حصول أسرة الفيلم على موافقة الرقابة التي طلبت بتقليل هذه المشاهد وهو ما تم بالفعل ولكن تم تسريب بعض النسخ الأديمة من الفيلم وتم تداولها في الأسواق وفي تلك الفترة تم رفع دعوة قضائية ضد الفنانة معالي زايد والفنان ممدوح وافي وبتهم التحريض على الفسق والفجور وهي عقوبة تصل للسجن ثلاث سنوات ولكن تم عمل استئناف على الحكم وحصل على البراءة وفي تلك الفترة قالت معالي زايد أني سمعتي كفنانة وإنسانة ضاعت ودخلت معالي زايد في حالة حزن واكتئاب شديدة عن مقاطعتها للرجال فخلال مشوارها في الفن تزوجت مرتين من خارج الوسط الفني المرة الأولى كانت من مهندس ولم تستمر الزيجة طويلا حتى حدث اطلاق بينما بعد مرور ثلاث سنوات دون إنجاب أي أبناء أما الزيجة التانية فكانت من الطبيب الذي علاجها من ألام الزايدة بعدما نشأ بينهم قصة حب وتم الزواج بينهم وانفصلت عنه عام 1992 دون إنجاب أي أبناء وقررت من بعدها عدم الزواج مرة أخرى أما عن وفاة الفنانة معالي زايد فحلت عن عالمنا الفنانة القديرة معالي زايد في 10 نوفمبر عام 2014 عن عمر يناهز 61 عاما بعد إصابتها بسرطان الرئى بعدما انتشر في كافة أنحاء جسدها وكانت وصيتها الأخيرة بأن يقام لها معرض يضم كل لوحتها الفنية وتم تنفيذ وصيتها بالفعل وتم افتتاح معرض تشكيلي باسمها عام 2016 يضم 22 لوحة فنية من لوحتها رحم الله الفنانة القديرة معالي زايد